وبالتالي ما ربنا يقول لنساء النبي وما يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وخلي بالكم وتعمل صالحا دي جاية يعني إن صح التعبير تأكيد لأن الكنوط شامل لكل ده في المعنى العام الطاعة منه قطيع إذن هعمل عمل الصالح لكنه ذكر العمل الصالح بعد الكنوط من باب ذكر الخاص بعد العام تعال بقى لكلمة كنوط خلي بالكم أنا عندي يكنط على سبيل متحه ومن يكنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وعندي يكنط بالطاعة على سبيل الذنب الشديد ومن يكنط من رحمة ربه إلا القوم والضالون والتانية الكافرون نساء الله العافية كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فالكنوط بالطاعة غير الكنوط بالطاعة الكنوط بالطاعة الانقياد والخضوع لله رب العالمين على منهج رسول الله لكذا حدد الأمور ومن يكنط من كن لله ورسوله يكنط من كن لله يعبد يعبد الله يكنط لرسول الله يبقى يتبع منهجه هذا المقصود يبقى يكنط هنا معناها الطاعة والخضوع والانقياد غير قانط يكنط قانط نعوذ بالله يائس من روح الله ومن رحمة الله ده اليائس وده مش عندنا اليائس من رحمة الله عز وجل نه لا يائس من روح الله لا قدر كوم من كفر ده كفر وضلال وبهتان ليه احنا يجب ان نحسن الظن بربنا طب هل عدم الكنوط ده اغترار حد مرة قال لي كده يقول لي ما انا يكنط يغطر لا يا سيدي لا دي ولا دي لا احنا هنروح اقصى اليمين ولا اقصى الشمال احنا في الوسط لا احنا باللي هنقعد نخوف نفسنا ونخف الرب سبحانه وتعالى درجة الاحباط واليائس من رحمته ونقف الباب الرحمة على نفسنا بالكنوط يبقى ده الكفره ولا احنا اللي هنغتر وننسى خالص ان الله سبحانه وتعالى شريد العقاب وان الله تعالى يعني ذو الانتقام وان الله سمى نفسه الجبار الى اخره ننسى ان هناك عذاب فساعة نغتر نترك العمل لا احنا ده ولا ده احنا في الوسط عندنا حسن ظن بالله بدون اغترار فمع حسن الظن نقدم العمل لو احسن الظن لأحسن العمل فانا احسن الظن بربي واحسن عبادته وقعت ببشريتي في تكسير او في خطأ ماء هنا يأتي جانب الرحمة الله الغفور الرحيم فجانب الرحمة استعمله عندما اخطئ ايوة مجرد ما اشعر باني غلط استحضر جانب الرحمة والعافو والمغفرة والهج بالدعاء واسأل ربي واتوسل اليه بكل ما يحب عشان يغفر لي ويبقى عند حسن ظن بربي سبحانه وتعالى انه الغفور الرحيم وان رحمته واسعة كل شيء وانه سيكتبها لي لان من قال فيهم سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتكون يتون الزكاة الى اخيري وانا منهم ان شاء الله هكذا يجب ان يكون عندي حسن الظن بس بعد ايه اعلان التوبة مش وانا بعمل المعصية ومستمر عليها اقول ما ربنا غفور رحيم هيغفر لي يعني انت مستمر على المعصية الاستمرار على المعصية بتعمد ما انا برضو هقول لكم عشرين الف مرة مش هنتحول لملائكة معصومين الاستمرار على المعصية لان بشر كل ما بتوب برجع اغلط تاني هيعمل قرر التوبة وقرر التوبة وقرر التوبة ان شاء الله الف مرة لما اتكلم على هذا الذي يستمر على المعصية ولا يرجو تركها ولا يعمل على تركها وما يخدش بالأسباب إنه يسيب المعصية ومستمر وقول لك ربنا غفور رحيم لا يا سيدي ليس لأمثالك هو غفور رحيم لكن ليس لأمثالك يا من تسر وتتعمد المعصي ده يبقى اغترار بقى إنه من سيب المعصية ونرتب لتركها بساعة ربنا هيعيننا وهيخفر لنا حتى لو عرجعنا تاني نرتب أيضا لتركها هيخفر لنا وهكذا فأرجو أن تنتبهوا فما بين الاغترار واليأس والكنوط شعرة شعرة دقيقة الشعرة دي هي إيه إن أنا حتى وإن ببشريتي أخطأت إلا أني لا أتعمد الخطأ ولا تستهوين المعصية ولا تأسرني الشهوة وقعت ببشريتي وبخطأ وبشهوتي سرعان ما أرجع يبقى أنا كده منش ليأس ولا إن شاء الله تعالى مغطر طب الكنوط بالتاء الكنوط الخضوع عسى ربه إن أنطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات طائعات يبحثنا عما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله ده الكنوط بتضرع وإخبات وخصوة يتكرّب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ده اسمه عبد كانت بالتاء شوف حتى الهمسة هنا التانية كانت بالقلقلة طاء أطأ أطأ بالقلقلة إنما ده كانت ومنه دعاء الكنوط عارفين دعاء الكنوط اللي كان يقول فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني وأصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت دعاء الكنوط يزيد بقى الإنسان فيه ما شاء لا يضر شكرا